السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأسكى السلام أما بعد أهلا وسهلا بكم عزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من مادة التربية المهنية بننا عز وجل اليوم سنتحدث عن إثراءات في مادة التربية المهنية فلنبدأ معكم سويا على بركة الله يقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن حمد العزيز حفظه الله ورعاه الواقع أني أحيي طموح الشباب أحيي اندفاعه للعمل ولا شك في أن أي عمل يستفيد العامل منه بصفته إنسانا يتوقع راتبا ومميزات ودخلا من هذه الوظيفة وهذا حق طبيعي له لكن في الوقت نفسه يجب أن يعرف أنه يقوم بواجب وطني أيضا وفي الوقت نفسه لا يستعجل النجاح يسعى للنجاح ليضع اللبنات لبنة فوق لبنة نلاحظ هنا هذه كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه يؤكد فيها على أنه يحيي الشباب الطموح الذي يكون لديه طموح وأمال وأهداف يسعى لتحقيق تلك الأهداف التي يرغب في تحقيقها وجود الدافعية والرغبة للعمل لا شك أنه مؤشر إيجابي للنجاح الفرد في شتى المجالات وهنا نتحدث عن المجال أو الجانب المهني تعد التربية المهنية من الاهتمامات التي يشترك فيها الباحثون عن عمل وما يتطلبه صاحب العمل الذي يعتمد على اكتسابهم العديد من المعارف والخبرات التي يحتاجها سوق العمل مما ينعكس على رفاهية الفرد والمجتمع هنا نؤكد على أهمية التربية المهنية وأن التربية المهنية هي تساهم وتساعد في أن الفرد يكون له أثر في مجتمعه كذلك يحقق ما يساهم فيه سواء في وظيفته وعمله أو في مجتمعه تحدثنا هنا عن أهداف التربية المهنية وذكرنا أنها تحقيق الذات وخدمة للوطن كذلك التزود بقيم العمل السامية في الإسلام والمساهمة في معرفة الفرد قدراته وميوله معرفة واقعية والتعريف بالخيارات المهنية المتاحة له كذلك اكتساب المهارات اللازمة للمهن المناسبة التمكن من العمل والاستمتاع فيه والمشاركة في رفع الاقتصاد الوطني اكتشاف عالم العمل امتلاك مهارات مهنية عالية في عالم المهن اختيار مهنة المستقبل مواكبة التغييرات في سوق العمل هذه كلها أهداف ستتحق بإذن عز وجل كما ذكرنا في مادة التربية المهنية أهمية التربية المهنية إفادة الطلبة بالثقافة المهنية والتكنولوجية لتسقلها أفكارهم كذلك يتاحت الفرصة للطلبة بالمهارات اللازمة لممارسة المهن تلبية ميول الطلبة نحو المهن المختلفة وإبراز مكانة العمل في المجتمع بعد ذلك تحدثنا عن مفهوم العمل وهو الجهد الذي يقوم به فرد أو مجموعة سواء كان هذا الجهد داخل المنظمة أو خارجها بإرادته واختياره سواء بأجر أو بدون أجر من أجل تحصيل أو إنتاج ما يؤدي إلى إشباع حاجة معينة من حاجاته الطبيعية فالعمل هو الجهد وهو أن تبذل وتتحرك لتحقق تلك المنفعة سواء كانت تلك المنفعة بمقابل مادي أو غير ذلك كل ذلك يسمى عملا بعد ذلك تكلمنا عن مفهوم العمل من المنظور الإسلامي وتكلمنا أن الإسلام حثنا على العمل في عدة مواضع وتحدثنا عن تلك المواضع فمن ذلك في الآية في صورة الملك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي حثتنا على العمل كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء جميعهم قد عاملوا برعي الغنم وهذا يدل على أهمية العمل فرغم انشغال الأنبياء برسالتهم ودعوتهم مع ذلك كانوا يعملون في رعي الغنم أو غير ذلك من الأعمال الأخرى التي عمل بها الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم كذلك الصحابة عملوا في أعمال مختلفة في التجارة وغير ذلك فبكر رضي الله عنه عمل في التجارة وغير ذلك من الصحابة الآخرين الذين عملوا في المهن والوظائف المختلفة وكذلك التجارة بعد ذلك مفهوم العمل من المنظور الوظيفي وذكرنا أن العمل من المنظور الوظيف أن يبذل جهدا يحقق له منفعة مادية تناولنا أهمية العمل من منظور الإسلامي وذكرنا قول الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور بعد ذلك تحدثنا عن قيم العمل وذكرنا أنه من المهم جدا أن يتحلى الشخص بتلك القيم في حياته بشكل عام وفي العمل بشكل خاص وتحدثنا عن تلك القيم المختلفة والمتعددة من تلك القيم أولا قيمة الإتقان وهو الإنجاز العمل على أكمل وأتم وجه وهذا لا شك أنه مما حثت عليه الشريعة الإسلامية من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فحثتنا الشريعة على إتقان وتجويد العمل ومن ما أكدت عليه كذلك الإدارة الحديثة هو مصطلح الجودة وهو يؤكد كذلك على إتقان وإنجاز العمل على أكمل وأتم وجه مهم جدا أنا كفرد أن أتم عملي على أكمل وجه سواء كان في وظيفتي في المستقبل وكذلك من الآن في الدراسة فأتقن مذاكرتي وأتقن كذلك كل ما يرتبط في الجانب المدرسي من متطلبات كواجبات وبحوث وغير ذلك فليكون الإتقان بالنسبة لي هو عبارة عن قيمة أتحلى بها في جميع أعمالي وجميع المهام التي أنجزها كذلك من قيم العمل حسن الخلق مهم جدا أن يكون الموظف ذا خلق حسن في تعامله سواء مع زملائه أو مع مرؤوسيه أو مع رأسائه أو كذلك مع العملاء فمهم جدا أن يكون الموظف يمتاز بالخلق الحسن كذلك تكلمنا عن من قيم العمل الصدق كذلك تحدثنا عن الأمانة وذكرنا أشكال متعددة ومختلفة الأمانة من ضمنها حفظ متلكات العمل حفظ أسرار العمل وغير ذلك كذلك المسؤولية وهو قيام الفرد بواجباته وتحمل نتائج قراراته الإيجابية والسلبية فمهم جدا أن الفرد يتحمل القرارات التي يتخذها ويتحمل عقبات تلك القرارات سواء كانت إيجابية أو سلبية تلك القرارات كذلك أن يقوم بالمهام المناطة والمسندة إليه على أكمل وجهه بإتقان فمن مسؤولياتك الحالية هي مسؤولياتك الدراسية فمهم جدا أن تقوم بتلك المسؤوليات لأنك أنت من سيتحمل إما تقصيرك لا قدر لا أو يتحمل كذلك النجاحات التي ممكن أن تحدث في حال أنك تحملت هذه المسؤولية كذلك من قيم العمل الصبر والمثابرة وذكرنا أن المثابرة هو الاستمرار على الوصول للهدف وبعد ذلك من قيم العمل الإبتكار هو تقديم مقترحات جديدة وإبداعية وهذه من القيم التي من المهم جدا التحلي بها حتى تكون رقما صعبا في وظيفتك فتكون ذاق قيمة ومكانة مختلفة عن بقية الجزيم ولائك حينما تكون لديك قيمة الإبتكار وإيجاد أفكار إبداعية وجديدة بعد ذلك تحدثنا عن النشاط في صفحة 13 في ضوء درستك القيم العمل أذكر بعض هذه القيم ثم حدد مسؤوليتك تجاه أسرتك ووطنك بعد ذلك تحدثنا عن مفهوم أخلاقيات العمل وهي مبادئ ومعايير تعد أساسا لسلوك أفراد العمل المستحب والتي تعهد أفراد العمل بالالتزام بها وذكرنا كذلك مجموعة من الأخلاقيات والمهن التي يوجد بها أخلاقيات معينة لا بد التحلي بتلك الأخلاقيات ذكرنا كذلك مقولة خادم الحرمين الشريفين في التأكيد على القضاء على الفساد واجتثاث جذوي هو أنه يعد مهمة وطنية للحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية ذكرنا أخلاقيات العمل وأن لكل وظيفة أو بعض المهن يوجد لها أخلاقيات خاصة بها ذكرنا هذا مفهوم أخلاقيات العمل وهو دليل استرشادي من وزارة الموارد البشرية والترمية الاجتماعية وهذه محتويات هذا الدليل هنا مجموعة من الأخلاقيات والمحاور التي توجد في الدليل مثل العدل المساواة، المظهر العام، الصدق والأمانة، عدم استغلال المنصب بأثل العمل والأداب العام والسلوكيات وتعزيز العمل الجماعي كذلك هناك مثاق أخلاقيات مهنة التعليم كذلك هناك أخلاقيات الممارس الصحي هذه كلها أخلاقيات للمهن المختلفة لأن لكل مهنة مجموعة من الأخلاقيات هنا مقولة ولي العهد الأمير محمد مسلمان حفظه الله ورعاه هناك فرص كثيرة جدا نعمل عليها ونحاول أن لا نعمل فقط إلا مع الحالمين أو أولئك الذين يريدون خلق شيء جديد في هذا العالم نلاحظ تركيز ولي العهد على أنه يوجد فرص كبيرة جدا خصوصا بعد إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 20-30 لكن هذه الفرص ستكون الأشخاص الحالمين أصحاب الطموح العالي الذين لا طموح لهم وطموحهم إلى عنان السماء منطلق ولا يحدهم من شيء هذا طموحه فسيجد أمامه الكثير والكثير جدا من الفرص المختلفة بعد ذلك تحدثنا عن رؤية 20-30 والاستثمار البشري للشباب وذكرنا أن رؤية 20-30 تمثل الطموحات المستقبلية التي تسعى لها المملكة العربية السعودية لتحقيقها من خلال الاستثمار البشري القادر على القيام بدوره الوطني من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية فرؤية 20-30 لا شك أنها تساهم في الاستثمار البشري بشكل عام وللشباب بشكل خاص مفهوم رؤية 20-30 والاستثمار البشري للشباب هي رؤية عدها مجلس أشؤون الاقتصادية والتنمية ووفق عليها مجلس الوزراء وتتضمن برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية هدفه تحقيق مستقبل مشترق للمملكة العربية السعودية في كافة المجالات واستثمار طاقات الشباب في تنمية الوطن وذلك من خلال ثلاث محاور رئيسية فإذن رؤية المملكة العربية السعودية 20-30 هي رؤية طموحة في كافة وشتى المجالات في المجالات الاقتصادية المجالات البشرية المجالات الاجتماعية ما يرتبط بسوق العمل والفرص التي توفرت أو تتوافر في المستقبل بإذنها عز وجل كل هذه أتت ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 20-30 المحاور الرئيسية لرؤية المملكة العربية السعودية 20-30 هي مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح مكان من القوة المحورية لرؤية المملكة العربية السعودية 20-30 أن المملكة العربية السعودية هي أرض الحرمين الشريفين كذلك أن المملكة العربية السعودية قوة استثمارية لخلق اقتصاد أكثر تنوع واستدامة كذلك موقع المملكة العربية السعودية الاستراتيجي لتعزيز مكانتها كمحرك رئيس للتجارة الدولية مكاماً كذلك القوة المحورية لرؤية 20-30 تضمنت خططاً واسعة لاستثمار البشري وتلبية احتياجات سوق العمل والتوسع في التربية المهنية وتدريب المهني لتحسين جاهزية الشباب لدخول مجالات العمل المختلفة وتعزيز ثقافة الابتكار ورياضة العمل التي طبقت في الواقع من خلال برامج تحقيق الرؤية التي سنستعرضها بعد قليل إذن رؤية 20-30 هي أتت لإيجاد الفرص الكثيرة في شتى المجالات وشتى القطاعات المختلفة مهم جداً أن تبحث عن هذه الفرص وتقتنص الفرص التي تتوافق مع ما لديك من قدرات ومهارات وما يتوافق مع ميولك المهنية هذه مجموعة من البرامج في رؤية الملكة العربية السعودية 20-30 برنامج صندوق الاستثمارات العامة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كذلك برنامج التخصيص كذلك من ضمن البرامج برنامج تنمية القدرات البشرية وذكرنا أن هذا البرنامج يسعى إلى أن يمتلك المواطن قدرات تمكنه من المنافسة عالمياً من خلال تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف هذا من أبرز البرامج أو من ضمن البرامج التي في رؤية الملكة العربية السعودية 20-30 والتي من أبرزها فيما يتقاطع مع سوق العمل وما يرتبط كذلك في تطوير الكوادر البشرية فهذا البرنامج يركز على تطوير المعارف والمهارات والقيم وغير ذلك من الأمور الأخرى التي يحتاجها الفرد في سوق العمل أو فيما يحتاجه في مجاله المهني بشكل نعام كذلك برنامج خدمة ضيوف الرحمن برنامج جودة الحياة وبرنامج التحول الوطني برنامج الاستدامة المالية كذلك برنامج تحويل القطاع الصحي وبرنامج الإسكان وبرنامج تطوير القطاع المالي يقول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه إن مستقبل المملكة مبشر وواعد وتستحق بلادنا الغالية أكثر مما تحقق لدينا قدرات سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا المستقبل إذن لدينا كثير من القدرات لا بد أن نستثمر تلك القدرات الاستثمار الأمثل ونحقق طموحنا جميعا وطموح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه في هذه الرؤية بعد ذلك تحدثنا عن مجموعة من المشاريع في رؤية الملكة العربية السعودية 2030 وذكرنا من ذمنها مشروع نيوم ومشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع بوابة الدرعية ومشروع آمالة ومشروع تطوير العلا كذلك مشروع السودة للتطوير حديقة الملك سلمان كذلك مشروع مسار الرياضي مبادرة السعودية الخضراء مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مشروع أمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية كذلك مشروع مفاعل أبحاث منخفض الطاقة برنامج الجونيوم السعودي ومشروع تحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية هذه المشاريع الكثيرة والمتعددة وكذلك البرامج هي أتت من أجلك ومن أجلك فمهم جدا أن نستثمر هذه المشاريع لأنه لم يعد للشاب أو الشابة الذي يرغب في مجال معين أن لا يجد فرصة مواتية وفرص كبيرة له فالفرص وجدت وتعددت وتنوعت فقط الذي عليك أن تعرف أولا ميولك المهنية وتختار المسار الدراسي المناسب لك ثم بعد ذلك المسار المهني وتبحث في هذه الفرص ثم تبدأ في تنمية قدراتك ومهاراتك حتى تستثمر وتستغل تلك الفرص في هذه الرؤية مشروع سكاكا كذلك الطاقة الشمسية مشروع أو محطة تحلية بتقنية الامتصاص بعد ذلك تحدثنا عن قطاع العمل وذكرنا أن هناك قطاع حكومي وقطاع غير ربحي وقطاع الخاص القطاع الحكومي كما ذكرنا هو المجموعة الإجمالية لمؤسسات الدولة تنفيذ وإدارة السياسات والقوانين والبرامج من أجل ضمان تنميته بشكل صحيح ذكرنا من أمثلاتها الوزارات الهياءات الوكالات والمكاتب التنفيذية المملكة للدولة بعد ذلك ذكرنا القطاع غير ربحي وهو منظومة الأنشطة الأهلية والخدمات التطوعية والمنظمات غير الحكومية لا تقصد للربح أساسا وتهدف إلى تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل أو التعاون أو التنمية أو غيرها من أغراض النفع العام أو المخصص بعد ذلك القطاع الخاص وذكرنا أن الجزء من الاقتصاد غير الخاضع لملكية الدولة ويديره الأفراد والشركات لجني الأرباح التي تنحصر مشاركتها بين أصحاب المصلحة فقط مثل الشركات أو المؤسسات التي يملكها فرد أو مجموعة أفراد كل هذه القطاعات الثلاثة هي موجودة ويوجد فيها عدد كبير جدا من الفرص مهم جدا كما ذكرنا أن نستثمر هذه الفرص سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي والذي أكد سمولي العهد على نموي هذا القطاع ومهم جدا أن نستثمر هذا القطاع والذي سيساهم في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني بشكل نعم بذلك ذكرنا مجالات وأنماط العمل وذكرنا مجموعة من المجالات مجال العلوم الاجتماعية والصحاف والإعلام مجال الخدمات مجال الأعمال والقانون مجال الهندسة والتصنيع والبناء مجال العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء وتحت كل واحد من هذه المجالات يوجد مجموعة من المهن مجال الصحة والرفاه مجال الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك والبيطرة وبعد ذلك تناولنا مجموعة من أنماط العمل العمل الكامل والعمل الجزئي والعمل الموسمي والعمل عن بعد والعمل الحر والعمل المرن وتحدثنا عن كل نمط من هذه الأنماط بشكل مفصل فالعمل كمامل يكون في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع الغير ربحي كذلك العمل الجزئي العمل الموسمي والذي يكون في مواسم دورية العمل عن بعد والذي يحقق للشخص كسب إضافي والعمل الحر دون أن يعملها دون تقييد بشروط وبعد ذلك العمل المرن وهو الذي يديه غير المتفرغ في وقت محدد في الختام لا يسعوني أعزائي الطلاب والطالبات إلا أن أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم شكرا لكم دمتم بود